السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي الاعزاء. طلاب التالت سنة فيزياء. مع الفيديو التانية جماعة المقامة الكهربية. يعني الفيديو هيبقى بعنوان تابع المقامة الكهربية. بس النقطة اللي عايز اتكلم فيها جماعة طبعا انا عارف ان ساعتين ونص كتير جدا على دماغك في الفيزياء. خصوصا ان احنا بناخد حصتين في الاسبوع مش حصة واحدة. بس الساعتين ونص دول افكرك ان هما بيساعدونا ان احنا نطبق. بيبقى تكون عندك امتحان. وطبعا افكار الامتحان بفضل الله. بتكون غير الافكار الواجب وغير الافكار اللي بتبقى في الكتاب التاني بتاعك. سواء كان كتاب الامتحان او الكتاب بتاعنا. فالساعتين ونصة بيساعدونا ان احنا نعمل حاجات كتير جدا جدا. فهل يا مصدر احنا مش هنخافه في وقت الحصة? لا مش هنخافه في وقت الحصة. وان شاء الله هنفضل نكمل على نفس السيسم اللي احنا ماشيين به. بس احنا هنضيف اضافة بسيطة جدا. الا وهي ان احنا هنسجلك الفيديوهات بتاع الحصة. وده يا جماعة مش عايزك تعتمد عليه الاعتماد الاساسي. ده مش معناه ان انت تجي في الحصة واتناء. يعني انت كده كده اساسا وانت بتتفرج على الفيديو بتتفرج عليه كده. يعني انت بتبقى عامل الفيديو بتتفرج عليه كده. فانت هتبقى نايم في الفيديو ونايم في السنتر. لا انا مش هسمح به. طبعا كده كده انت بتبقى عارف في الحصة بنمشي ازاي الموضوع. بس اه كل ما في الموضوع ان احنا نسجل لك الفيديو بحيس النقطة اللي انت محتاجة تقدر ترجع لها في اي وقتة لو سرحت في نقطة معينة حتى ما زبطتش معك ما في امتهاش. لانه طبيعي جدا جدا مش هتفهم كل حاجة بشتفهمها مية في المية من اول مرة. فبتيجي معاك في الحلة بتيجي معاك مسلا في الاعادة بتاع الفيديو زي كده. فده طريقة تساعدك انك انت ترجع للمعلومة في اي وقت. لكن احنا نفضل ماشيين بنفس النظام وبنفس المنوال. لانه ده بيساعدنا نعمل حاجات كتير نحل كتير نطبق كتير نمتحن كل حصة بفضل الله. ونتحن ما بيكونش قصير. بيساعدنا نعمل حاجات كتير جدا جدا. فنظام الحصة ماشي زي ما هو. احنا بس هنساعدك لو تهتف حاجة في الحصة تقدر ترجع لها في اي وقت. طيب سواء كان على اليوتيوب او على المنصة الموضوع سياني يعني الموضوع نفس الحاجة. فاحنا نبدأ نشتغل على اليوتيوب لحد البداية شهر وتسعة ان شاء الله. وبازن الله نبدأ ان ننزل فيديوهات على المنصة. فيبقى ليك كود وتقدر تتفرج على اي فيديو في اي وقت اي واجب في اي وقت. النقطة اللي بعد كده يا جماعة الدعم بتاعك بيفرق. الدعم بتاعك بيفرق جدا جدا جدا. خصوصا ان احنا مش بنزل مش بنزل محتوى تعبائي. احنا بنزل محتوى قوي وقوي جدا كمان بفضل الله. وده بشهادة مدرسين. يعني بفضل الله الحمد لله. بشهادة مدرسين والله. مش بس طلاب. طبعا الاتنين بيستفيدوا. وكلنا بنستفيد من بعض. اه بس المحتوى اللي احنا بنزله محتوى قوي. مش محتوى مش محتوى مش محتوى مش محتوى بطال. فبيستاهل الدعم بتاعك. والدعم بتاعك بيفرق معنا. فنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم كده. عنوان الحصصة زي عملت لك هو تابع المقاومة. اه طبعا يا جماعة. ركز مع الله يبارك لك. اه. مثلا انت ما تقوليش ياه. وانت بتعمل كده اساسا. ما تعملش فيها ايه? وتصدع عنه. فانت لو بتاكل حتة لبانة. جيت طلعت اللبانة من بوقك. واعدت تشد بحتة اللبانة بالشكل ده كده. فدلوقتي حتة اللبانة بتطول معك. في نفس الوقتة المساحة بتاعتها بتقسر. او بتقل. طب الكلام ده ليه? لان انت ما زودتش عليها ولا قطعت منها. يعني انت ما قطعتش من حتة اللبانة ولا زودت عليها. كل ما في الموضوع ان انت شدتها بس كده. فاذا حجم اللبانة سابت. يبقى اول حصة ان عايز ابدأ فيها. وده اول ما طب وركز معاه الله يبارك لك. لان الحصة تقيلة. لذلك انا بعيد لك الشرح بتاعه. يبقى اول حتة عندنا حاجة اسمها السحب. اللي انت عملته ده السحب. طيب كتاب الامتحان مشهور بكلمة اعادة التشكيل. يبقى السحب وعادة التشكيل مشهور بيوم كتاب الامتحان. كتاب نيوتن مشهور بكلمة ضغطة. وبكلمة تمدة ده. كتاب الوسام مشهور بكلمة الكتلة سابتة. فكلهم دول نفس الحاجة. خمس الفاظ هم دول مفاتيح الاجابة بتاعت السؤال. اول حاجة عرفتها يا جماعة ان في حالات السحبة. الطولة مصطر على لو زاد على طول المساحة هتقل. والعكسة مصطر. الطول لو قلق يبقى المساحة هتزيد. يبقى لو قلك سحب سلك وزاد طوله للضعفة وانت مغمض المساحة هتقل للنص. ضغطة سلك قل طوله للربعة وانت مغمض المساحة هتزداد لاربع امساء. طيب. فبناء عليها مصطر بسبب الحتتين دول يبقى المقاومة الكهربية اللي هي الار هتتغير مرتين. ليه مصطر هتتغير مرتين. مرة بسبب الطول ومره بسبب المساحة. طيب. وزيما اتفقنا يا شباب. قادي الفوليام بتاع سيادتك ثابت. يبقى فوليام وان هيساوي فوليام تو. يبقى المنطق الطبيعي ان الطول لو زاد المساحة هتقل. ده المنطق الطبيعي عشان ما دخلكش في رياضة. بس لو عايز ادخلك في رياضة تعالى. الفوليام بتاع سيادتك حجم السلكة هو ايه في ال. يبقى ايه وان في ال وان بيساوي ايه تو في ال تو. طبعا مصطر الرياضة قالك لو رحت ما تترجعش بييدك فاضية. يبقى ال وان على ال تو بيساوي ايه تو على ايه وان فزيما انت ما شايف ال ال عكسي مع ال ايه لان الحجم بتاع سيادتك ثابت. طيب. فدلوقت هيجي يقولك سحب سلكة مثلا وزاد طوله للضعف. اه خد بالك يا مصطر. ايه لا يحصل للمقاومة? قادي المقاومة بيساوي رو ايه في الا على ايه. فسحب سلكة وزاد الطول للضعف على طول اترجم المساحة هتقل للنصة. يبقى هحط مكان الطول اتنين زي ما تعودت. وهحط المساحة نص زي ما تعودت. يبقى الاجابة بتاعتك باربعة يعني المقاومة هتزداد اربع امثال. طب سحب سلكة وزاد طوله لاربع امثال. يبقى على طول في دماغي زاد الطول اربع امثال. يبقى المساحة هتقل للربعة لانه قال لي سحبة. فيطلع معك بستاشر يعني المقاومة هتزداد ستاشر مثل. طب سحبة سلكة وقلت المساحة للتلت. قلت المساحة للتلتة يبقى هحط تحت تلت. بس منساش الطول هيزداد تلت امثال. يبقى المساحة قلت للتلتة الطول زاد تلت امثال. هتعملها على الال هتطلع بتسعة. يبقى المقاومة هتزداد تسعة امثال. فانت ممكن تحلها بالمنطق ده يا شباب. بس تفتكر ان المقاومة بتاع سيادتك هتتغير مرتين. المقاومة بتاع سيادتك هتتغير مرتين. طيب. النقطة اللي بعد كده. وانت بتسحب او بتضغط. بتسحب مادة مختلفة او لنفس المادة? نفس المادة. يبقى ازا عندك المقاومة النوعية ثابتة. عندك التوصيلية الكهربية ثابتة. عندك الكسافة ثابتة. عندك الحجم ثابت لان ده المبدأ اللي احنا شغالين به. يبقى الحد دلوقتي عندك اربعة ثابت. وعشان وعشان الكسافة بيساوي الكتلة على الحجمة. فقادي الحجمة بتاع سيادتك ثابت. قادي الكسافة بتاعتك ثابتة. فبناء عليه الكتلة هتمقى ثابتة. يبقى لو قالك سحبة واخوتها. مين اخوتها مصدر? اخوتها التشكيل. اخوتها التشكيل. اخوتها الضغط. اخوتها التمدد. بيبقى في عندك يا محترم خمس ثوابت. ايه هما الخمس ثوابت يا مصدر? ادي اول ثابت عندك الرو ايه المقاومة النوعية. تاني ثابت عند سيادتك السجمة اللي هي التوصيلية الكهربية. تالت ثابت عند سيادتك الفوليام اللي هو الحجمة. رابع ثابت عند سيادتك الرو اللي هي الكسافة. والثابت الاخير هو الامة اللي هي الكتلة. فمثلا يجي يقولك عشان ما تتخدعش. سحبة سلك وزادة طوله للضعف اللي يحصل للمقاومة النوعية سابت. سحبة سلك وزادة مساحاته الاربع عمساء يحصل للسجمة سابت. لكن اللي بيحصل للمقاومة ده اللي احنا كنا بنعمله من شوية. فتركز على اللفظة الله يبرك لك. وبما ان مصدر المقاومة تتغير مرتين فانا ممكن اصرع الحل وسهله على نفسي. فقادي سحبة واخواتها. ايا كان بقى اخواتها مين. ادي سحبة واخواتها. عشان يا مصدر المقاومة تتغير مرتين فاقدر اقول ان الار ترضي مع الالة تربيع. لان المقاومة تتغير مرتين. طب يا مصدر ايه اللي عرفك الكلام ده بمنتهى البساطة ممكن اقول الار بيساوي رو ايه في ال تربيع في رو على الامة الكلام ده اثبتناه في الفيديو اللي فات. فقادي دول كله ثابت 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 يبقى الار ترضي مع الالة تربيع. لانه دول من الخمس ثوابت اهو. الرو رو ايه والامة. طب يا مصدر ممكن اصرع الحل بطريقة تاني ان انا اقول الار عكسي مع الايه تربيع. ليه يا مصدر? لان من القوانين اللي احنا اثبتناها الار بيساوي رو ايه في امة على رو في ايه تربيع? عندك ده ثابت ده ثابت ده ثابت يبقى الار عكسي مع الايه تربيع. طب يا مصدر الايه بالله عليك يا اخي تركز ومتن نح. الايه بيساوي باي ايه تربيع. فده معناه ايه? معناه ان الايه تربيع بيساوي باي تربيع في ار قص اربع. لان الايه نفسها باي ار تربيع. يبقى الايه تربيع? باي تربيع وار تربيع تربيع بار اص اربعة. اه فهمت او مصطر. دي او مصطر متغلطش فيها. ان الار عكسي مع الوا مع الار اص اربعة. اللي هو نص الكتر. تمام? ممكن برضه اقوله شباب ان الار عكسي مع الكتر اص اربعة. لان انا مخليك كتبت. لان انا مخليك تكتب بايدك ان نسب الكتر هي هي نسب نصف الكتر. يبقى المسلسات دي هتخليك تصرع الحل يا شباب. اخر حاجة بقى اللي هو جاي من الحجمة ان انا هقولي الا عكسي مع الايه. يبقى انا هستخدم التركيبة دي لو عطى طول او لو قال طول وعايز المقاومة. عشان احل السؤال بتاعي بمجرد النظر ماخدش فيه وقت. وممكن كمال اعملها نسبة والتناسب. ار ون على ار تو منساش ال ون تربيع على ال تو تربيع. يبقى قالك مثلا سحب سلك. بس لازم اقول يا شباب سحب. سحب سلك وزاد طوله للضعفة المقاومة تزاد اربع امساء وريح دماغي. سحب سلك قل طوله للربعة المقاومة تقل للربعة وريح دماغي. كذلك الامر ممكن اعملها في المساحة. ادي ار ون على ار تو بيسوي بقى اي تو تربيع وبالله عليك ما تنسك تربيع. على اي ون تربيع. لان العلاقة عكسية. يبقى التركيبة اللي هي بالاصفر دي يا جماعة لو. عطى مساحة بقى. عطى مساحة وطلب الار. يعني لو قال لك المساحة وعايز الار فمنساش ان الار عكسي مع الاي تربيع. طبعا اللي هناك دي بقى. الحتة دي التركيبة دي ممكن اقول ار ون على ار تو بيساوي ار سمول اصاربعة اللي هو التاني. على ار ون اصاربعة. او بيساوي دي تو اصاربعة. على دي ون اصاربعة. لان النسبة والتناسب نسب القطرة هي هي نسب نص القطر. والحتة دي هستخدمها لو عطى نصف القطرة او القطرة وطلب المقومة. طبعا الحتة اللي فوقها محترم لو عطى او اعطى طول وعايز مساحة. والعكس. يعني مثلا الطول زاد للضعفة يبقى المساحة تقلة للنصف. يبقى اللي ون على اللي تو بيساوي اي تو على اي ون. يبقى ازا ده اول ما طبع عندك في الحصة اللي هي كانت حالات السحبة واعادة التشكيل والضغط والتمدد. ونطبق عليها على السريع لان احنا طبقنا عليها في الحصة. فانطبق مع بعض. اكتاب الامتحان اتلاقي صفحة تلاتة وعشرين في كتاب الامتحان. فالسؤال ستة وستين بيقول لك قضيب معدن الصواني الشكلة مساحة مقطعه ده اي ون. ومقاومته ده الار ون. فاذا تم صحب القضيب هوب هوب مفتاح الاجابة صحب. ادي مفتاح الاجابة صحب. يبقى مقاومة ومساحة. مقاومة ومساحة. يبقى الار عكسي مع الاي تربيح. فانا هقول هنا مصطر مفتاح الاجابة هو السحبة. فهقول ان الار عكسي مع الاي تربيح. حتى اصبحت مساحة مقطعه. يبقى ازا ده الاي تو. فانا مقاومة تصبح. والله يا مصطر انت عودتني ابدأ بالحاجة اللي محتاجة. يعني هبدأ بالار تو على الاي تربيح. ادي الاي تربيح عشان اتنين تربيح. على واحد ونص تربيح. طبعا يا شباب انا محولتش. لان في النسبة والتناسب التحولات مش مهمة. لان انت كده كده هتضرب فوق وتدرب تحت فهيتروا مع بعض. طالما هم يا شبه بعضة ما تشغلش بالك بالتحولات. اسمع كلامي عشان تسرع الحل. هتضرب بقى طرفين فسطين هتطلع معك ان الار تو معك باربعين ام تقريبا. نعملها انت على الان. النقطة اللي بعد كده. تسعة وستين مثلا. موصل مع دانستوان الشكلة. قطر مقطعه. قطر مقطعه اللي هو الدي. يبقى ده دي وان. ومقامة الكهربية. يبقى دي ار وان. هبه تم سحبه. يبقى ده مفتاح الاجابة. اه سحبه والقطر. سحبه والقطرة. يبقى الار عكسي مع الدي اصاربعة. يبقى اذا انا بدور على الاجابة في كلمة. سوحبه. اعيد تشكيله. ده مشهور بها كتاب الامتحاء. نيوتن. مشهور بضغطة وتمددة. الوسام مشهور بالكتلة سبتة. فانا مصدر هقول ان الار عكسي مع الكترة اصاربعة. وما تنساش يرحم والديك. فاذا انا مصدر ده كان دي وان وده دي تو. يا اخي بالله عليك لو سرحان ركز في الطعويق. فدايما هبدأ بالحاجة اللي محتاجها. ار تو على ار وان بيساوي. دي فور الاولاني لانه العلاقة عكسية. على دي فور التاني. او دي اصاربعة يعني. فالار تو على. الار وان هي اقر. ماشي. ونسمهلك ار هي. بيساوي. الدي وان اصاربعة بدي اصاربعة. اهو. وركز معنا بالله عليك. تب الدي تو اصاربعة هي دي على اكس. الدي تو هي دي على اكس. يبقى انا هقول دي اصاربعة على اكس اصاربعة. اه مقام المقام يطلع فوق بسطة. باكس اصاربعة. فيطلع معك باكس اصاربعة. وطبعا دي هتروح مع دي. خلاص بقى ادرب الطرفين فسطين. يبقى ازا الار تو تطلع معك اكس اصاربعة في ار. يعني الاجابة بتاع سيادتك هي بها. يبقى اول ما طب معنا النهاردة في الحصة شباب كان اعادة التشكيل او السحب. تعال اديك مثال عليه على السريع. لان انا ملقتوش في الاختياري. اه مثلا يجي يقولك. يجي مثلا يقولك مكعب طول دلعه. مكعب طول دلعه مثلا خمسين سنتي. اعيدة تشكيله. على هيئة سلك استواني. مساحته خمسين سنتيمترا مربع. عين طول السلك. انا مش فاكر. انا مش فاكر المسألة بالزبط بس هي دي الفكرة بتاعتها. يعني هو ده الرياضة اللي فيها. فانا لو طلعتك من الرياضة يبقى يجيبها لك في امتحان ادور على المسألة يجيبها لك في امتحان. انا لو طلعتك من الرياضة هتعرف تحل الفيزياء. فالفكرة فيما معناها ان انت عندك اعيدة تشكيل هو ده مفتاح الاجابة. يبقى الفكرة معنى الفكرة. انا مش فاكر المسألة بالزبط بس هي دي ده الصعب فيها. ده الرياضة فيها. انا هطلعك من الرياضة المسألة بعد كده هتكون سهل. فبيقول لك مكعب طول دلعة خمسين سنتيمترا. اعيدة تشكيله. استنى. اعيدة تشكيله. يبقى الحجم السابت الكتلة سابتة. الروق ايه سابتة? السجمة سابتة. والكسافة سابتة. انا هاخدى الاولان. فالحجم سابت يعني بتاع المكعب هو هو بتاع السلك. لان انت عملت له قاعدة تشكيل. يعني لو جبت الفوليام بتاع المكعب هعرف اجيب الفوليام بتاع السلك. طب يا عمي ما هو الفوليام المكعب بيساوي اللي تكعيد. اه بس اخد بالك ده ده بالسانتي. يعني خمسين سانتي هضربها في عشرة استسالة بتنيه. وياخي بالله عليك. هاتلك مدرس رياضة يقعد معك عشر دقايق في البيت. ويعلمك على الآلة. يقول لك اسم يا حبيبي. ولو ما لكش يا حبيبي اغيره. هاتك مدرس غير. يقعد معك عشر دقايق. فهيقول لك كده اسمع يا حبيبي. والتاني لو ما لكش يا حبيبي خلاص غيره. لما نلاقي قص ثلاثة او قص اتنين او قص اربعة يبقى يرحم والديك لازم تحط ام القوس ده. هو بتعرض هيقول لك كده. ولو ما لكش ام القوس غيره. فلما تلاقي تكعيب او تربيها بتحط كده تكعيب او. فتعمل كده على الآلة خمسين في عشرة قص سالب اتنين قوس تكعيب. يا اخي بالله عليك تركز وما تغلب فيها. يا اخي بالله عليك تقول. مدرس الرياضة لو ما قالك ام القوس ما لاتغيره. انا مسترعلاق لو ما قلت لكش ام القوس غيره مني. لان انت بتنسى. انا مش فاهم ازاي طالب في تالتة سنوي يعمل لي كده. خمسين في عشرة قص سالب اتنين تكعيب. القوس مزعلك في ايه? انت عارف ده يا بصلة يا بلاص. ده كده التكعيب على العشرة بس. يعني دي كده يا بصلة يا بلاص كأنها خمسين في عشرة قص سالب ست. كده انت مكعبتش الخمسين. فبالله عليك تجيب مدرس الرياضة ويعلمك على الآلة. عشان انت بتجلطني. بتيجي هنا انا اللي بتجلط. انا مش عارف اشرح لك فيزيو ولا رياضة. المهم هيطلع معاك يا جماعة ده بمية خمسة وعشرين من الف. متر مكعب. لما تعملها على الآلة صح. لما تعملها على الآلة صح. طب يا مصد. كده انا عرفت ان المكعب هو السلك. طب طالما المكعب هو السلكة. يبقى انا هعرف اجيب طول السلك. لان انت لسه اقيل لي ان بتاع الاستوانة او بتاع السلك. بيساوي ايه سلك? فيه اللي سلك. فانت جيبت مكعب هو هو نفس الراق بتاع السلك. فقدر اقول ان سلكة مية خمسة وعشرين من الف يساوي. بيقول لك مساحة السلكة خمسين سنتيمتر مربع. دي بتضرب في عشرة قصة سالب اربعة. يبقى انا هقول خمسين في عشرة قصة سالب اربعة. ودي ال ال سلك. فقدر اجيب بقى ال ال سلكة. هقسم البعيد على القريب. يبقى بيساوي. اه. لو عملت العلامة دي. يبقى انت فلح فيزياء. ولو جبت مدرس رياضة. وقال لك اعمل العلامة دي. يبقى هو فلح رياضة. العلامة دي نسها خالص. طبعا ما احترام لكل المدرسين انا انا ما قصودش اهنة لحد. بس اقصد ان الحتة دي كده الالة هتطلعها لغلط. الحتة دي كده الالة هتطلعها غلط. فانت لازم تعمل بسط ومقاط. تطلع تقول مية خمسة وعشرين من الف. ودي بسط ومقامة هي. وتحط تحت خمسين في عشرة استثالب اربعة. الشاهد في الموضوع هتطلع طبعا بفمسة وعشرين متر. الشاهد في الموضوع ان اساسا يعني غلطات الآلة بتبقى اكتر من غلطات الفيزية. الشاهد في الموضوع ان انت لازم تعود عالالة صح. يعني انت هتبقى عارف القانون وعارف المعطيات بس هتعرف على الآلة هتعملها غلط او مش هتشم تعملها. ولو ما احتمدش بالاكواس المسألة كلها غلط. و więks المسألة اختياري. فخلاص انت لو غلطت في الآلة انا هبقى هتطلع الاجابة الصح والاجابة الغلط. والاجابة اللي ممكن تفكر فيها وهتطلع برضو غلط. فاذا لو ما اهتمتش بالآلة خلاص. المسألة طارت منك. والدرجة طارت منك. لان الامتحان بتاعك اختياري. فبالله عليك تهتم بالآلة. يبقى ده اول ما تطب يا شباب. اللي هو مسائل السحبة وطبقنا عليه. نخش بقى على فكرة تانية. نبدأ بالاسهل ثم نتدرك بعض بعض. طبعا رقم رقم اتنين في الحصة. رقم اتنين في الحصة كان الربع المخروم. وطبعا الربع المخروم احنا بنسميه في الفيزياء اجوف. فبمنتهى البساطة يا جماعة. قيد الربع جنيه المخروم اوه. فبمنتهى البساطة يا شباب. قيد الربع المخروم تعالى ارسمولك على الصبورة. وبعد كده اوضحولك على ايد. فالربع المخروم بالشكل ده. والي المعدن اللي هو باللبيض. طبعا زي ما انت مشايب في عندك مساحة خارجية وفي مساحة داخلية. فقيد الربع المخروم اهو. بيبقى في عندك مساحة خارجية دي كلها انت مش محتاجة. لان الحتة دي جوافة فضية. ما فيهاش معدن. فلا تسبب مقاومة. يبقى في عندك مساحة خارجية مش محتاجها كلها. وفي عندك مساحة داخلية انت مش محتاجها اساسا. اه. يبقى انا هجيب المساحة الخارجية مساحة الخارجية وهجيب المساحة الداخلية واترحل من بعض. خد بالك. مساحة خارجية انا اسم مساحة داخلية. فبقى منتهى البساطة. ادي القط او المركز. اه نص القطر الخارجي ده مش محتاجه كله. اللي هو باللغدر. نص القطر الداخلي ده اللي هو المساحة الداخلية مش محتاجها اساسا. فتقول آه فهمت انت محتاج اللي هي بالاحمر دي فاذا الار بتاعة الجسم الاجوف بيساوي رو ايه في الا على ايه خارجي ناقص الايه الداخلي شو بقى التركات الجاية والغلطة الجاية الار بتاعة الجسم الاجوف بيساوي رو ايه رو ايه في الا اه ايه خارجي ناقص ايه ممكن اوضل باية عام المشترك فهيتبقلك ار تربيع خارجي ناقص ار تربيع داخلي وهناك بروبيلم وبرضو الى مالهاش دعوة بالفيزية لان الفيزية قانونه بتعيط فيه لكن المشكلة هنا في الالة فاحنا يا شباب بنقول ار تربيع ناقص ار تربيع انت هتغلط بقى ازاي انا عام بمنتهى البساطة هتديك الار الخارجي سي بتمانية سنتي هتديك الار الداخلي باربعة سنتي هتديك الالة بيساوي خمسين سنتي هتديك الرؤي سيبع عشرة استسالة بسبعة قوم في متر فبمنتهى البساطة هتيجي تقول لي اكيد هاغلط في التحولات هقول لك جدع يبقى اول حاجة هحولها في عشرة استسالة باتنين وهتطلع معاك بتمانية من مية متر ودي هضربها في عشرة استسالة باتنين هيتطلع معاك باربعة من مية متر ودي هضربها في عشرة استسالة باتنين هيتطلع معاك بنصة متر هقول لك جدع بس الغلطة التانية بقى واللي هتقع فيها وباللي عليك ما عايزك توع فيها انت هتقول لي 10 قص سالب 7 هتعمل كده 10 قص سالب 7 في ال L اللي هو بنص على B عارف بقى الغلطة اللي هتقلط هتروح اقول لي 8 من 100 ناقص 4 من 100 تربيع خدت السفر خدت السفر لان انت المفروض الصح بتعسياتك تقول 8 من 100 تربيع ناقص 4 من 100 تربيع فاذا الغلطة بتاعتك هنا الغلطة بتاعتك هنا ان انت هتطرح وبعدين تربع لأ ربع وبعدين يطرح دي اول غلطة الغلطة اللي بعد كده هتنسى الكوكس هاتمدرس رياضة يقولك ان احنا في الطرح لازم نحط كوكس يعني دي حاجات يعني حاجات انا ما ينفعش اوضحها اوفصرها لطالب علني وثالثة سنوي والسنة الجاة ان شاء الله يبقى طبه هندسة فدي اساسيات الالة فبالله عليك ثاني وتالت وعشر تهتم بالالة يبقى انت باي افتح كوص 8 من 100 تربيع ناقص 4 من 100 تربيع وهعملها على الالة هتطلع تعويض مباشر هتلاقي عندك في كتاب الامتحان اعتقد صفحة رقم 75 اعتقد يعني فهي بالفعلة 75 فالراجل بيقولك مقاومة نوعية يبقى ده الروقية مستر علاء سهلة نص قطرها الداخلي والخارجي ده ملي متر ده ملي متر هتضربه في 10 اقص سالب 3 فهيطلع معك بواحد من الفة اكتبها كده واحد من الف عشان الالة ما تدايقكش طب وده نص القطرة الخارجي 2 من 100 هتضرب 2 في 10 اقص سالب 3 هيطلع مع سيابتك ب2 من الفة متر طب الطول فين طولها واحد مترة يبقى دي القل يبقى الله يبارك لك تركز الروقي هعوض انا بقى تعويض مباشر الجسم الاجوف روقي 2 في 10 اقص سالب 8 الا بواحد على خد بالك بقى باي افتح كوكس باي افتح كوكس عشان الطرح بيحتاج كوكس فهبدأ اقول اتنين من الفة تربيع ناقص واحد من الفة تربيع واروح اقافل الكوكس لو انت هتميت بالقالة هتطلع معك صحة وان شاء الله مش هتغلط فيها ابدا والاجابة بتاع سيابتك هتكون به بازن الله يبقى ده كده التاني مطب في الحصة نخش بعد كده على المطب التالت يبقى الربع المخروم كان المطب التالت التاني ثم المطب التالت بتاع سيابتك هو ارتاس الطعمية يبقى ثلاثة هو ارتاس الطعمية طبعا يعني ايه مصر ارتاس الطعمية لو انا قلتلك مخروطي كنت هتقولي ايه مصر مخروطي فانا ريحت جماغي وقلتلك ارتاس الطعمية فارتاس الطعمية بيبقى عامل كده مساحة كبيرة وليه مساحة صغيرة كده مش شاكلة هو ده يعمل مخروطي يبقى ثالث مطبع عندنا المخروط زي ما انت مش شاف يا شباب في عندك هنا ليم ساحتين مختلفتين ده ايه وانا وده ايه تو ماشي المخروطي للأسف هو مش علينا واكتب الامتحان جو السنة دي اول مرة بس احنا بفضل الله كل سنة بنشرح فالار بتاع الجسم المخروطي احفظه هو بس هو مش علينا بس عشان نحل المسألة لما تجيه لك الار المخروطي بيساوي رو ايه في الا على جزر ال اي وانا في ال اي تو لان انت عندك مساحتين مختلفتين فالقانون واثباته مش عليك انت خليك بس عارف القانون عشان تحلي به المسألة يبقى رو ايه في الا على جزر ال اي وانا في ال اي تو طب ما مستنع علامة وضمنتها البساطة ده لقم يديك ايه يا شباب طب ما ممكن يديني نص كتر مثلا على اعتباره انه وسط وانا فييجي يقولك رو ايه في الا على ايه في ايه يعني باي فو باي باي تربيع تحت الجزرة تطلع باي بس طب عندك اي وان يعني ار وان تربيع تحت الجزرة فيطلع بار وان بس طب ما انت عندك ال اي تو فيها ار تو تربيع تحت الجزرة فتطلع معاك ار تو بس يبقى الجزم المخروطي رو اي في الا على جزر اي وان في اي تو او رو اي في الا على باي ار وانا في ار تو نطبع عليها سريعا في كتاب الامتحان نشوف السؤال بتاعها كان تقريبا حاجة وستين اعتقد حاجة وستين ماشي هو حاجة وخمسين واي شباب واحد وخمسين الراجل هنا بمنطقة البساطة بيقول لك الشكل المقابل يوضح موصل المقام النوعية لمادته رو اي وكانت مساحته مقطعي طرفيها اي وتي وتو اي بقى مستر اي ده ارتاس طعمية طب القانون بتاعه اي كان بيقول رو اي في الا على ده ميديك اي هات يبقى جزر اي وان باي في اي تو بتو اي ماشي عايز اعرف الكلام ده مقرنة بالاجابات والله سهلا قادر رو اي وادل الا على اي في اي باي تربيح تحت الجزر تطلع اي تمام كده طب اللي اتنينة مستر ملهاش جزر يبقى جزر اللي اتني تمام تمام انا بقى عايز اتكرني الحاجات دي بالاجابات فيه هنا شباب واحد الواحد ما بيكتبش فانت هترو عامل على الالة واحد على جزر اتني فهتطلع معاك على الالة بسبعة من عشرة رو اي في الا على الاي يبقى دي الاجابة الصحة بتاع المثلس المخروطي او الشكل المخروطي ده لو ادك بقى اي وثلاثة اي يبقى انت هتقول جزر الاي في ثلاثة اي فهتطلع معاك بجزر ثلاثة اي ويبدأ قارد زي ما هعلمك دلوقت ادك اي هو اربعة اي يبقى اي تربيع جزرها باي وجزر اللي اربعة باتني وهكذا فبمنتهى البساطة انا هعتبر ده كله بواحد فالاجابة رقم الف كأنها بتقولك بتسوي الواحد هل هي تسوي الواحد لا لانها بتسوي سبعة من عشرة طب هل هي اكبر من الواحد لا لانها بسبعة من عشرة طب هل هي اقل من الواحد ايوة لانها بسبعة من عشرة طب الواحد على الاتنين دي اللي هي كأنها نصة هل هي تسوي النص لا باكبر من النص لانها بسبعة من عشرة يبقى ده السؤال رقم 51 وده تالت مطب في الحصة اللي هو الجسم المخروطي ثم يا جماعة رقم أربعة المطب الرابع في الحصة هي مسألة المحطة ركز معايا لأن المحطة أساسا مكانها قدام شوي فركز معايا لأن المحطة أساسا مكانها قدام شوي النقطة اللي أنا هسألك فيها إحنا بيجيب الكهرباء دي منين؟ هتقولي الكهرباء بيجيبها من السد العائل الناس اللي كتعملها تقولي بجيبها من الكهرباء وبجيبها من الأرض كتعملها تجاوبي لي إجابات غريبة فالكهرباء بجيبها من السد العائل طب أنا دلوقتي أو غياضة مثلا غياضة لأي أن كان بيجيبها منين من محطات موجودة في أماكن بعيدة جدا 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 تمام؟ الأماكن دي بنسميها أماكن التوزيح طب هل أنت مثلا كل واحد بيروح يشيل شوية قهربة في شوية ويجيبهم؟ ولا بيبدأ يوديها في سلكة يوديها في سلكة مثلا للمنزل أو المصنع اللي احنا بنسميها أماكن الاستهلاك فبالمنطق أنا بجيبها من عند المحطة في خلال الأسلاك وببدأ وديها للمنزل فإذا سيادتك يا محترم ركز معي يروح أموالديك قادي المحطة عايز بقى وديها بقى لأماكن الاستهلاك مش هنختلف في اسمها ممكن تسميها لي منزل ممكن تسميها لي مصنع ممكن تسميها لي السنتر بتاع مصنع علاء المهمة أن أنا لازم أوصل بسلكين حتى لو ما قولتش أنا هقولك محطة ومنزل لازم تعرف لازم تكون عارف أنك توصلها بسلكية لذلك الراجل بيقولك إيه لما ييجي مثلا صلاح لك الكهرباء ويشوف الأسلاك العمومية يقولك قادي الأرض واضي الكهرباء يبقى بتوصل ما بين المحطة والمنزل بسلكية خد بالك معاه وما تزهقش لأن الفهمة أهم من الحل يعني بمنطقة البساطة يا شباب لو قلتلك أن المسافة دي كده مثلا باثنين ونص كيلو متر فكده أنت محتاج سلك طوله اثنين ونص ولا خمسة لازم تقولي خمسة يبقى أول معلومة في مسألة المحطة أن طول السلكة بيساوي ضعف المسافة بين المحطة والمنزل أو المحطة والمصنع أو المحطة والسنطر يبقى أول حاجة أن طول السلكة بيساوي ضعف المسافة طب يا أخي بيلا عليك لو الألم ده تلاتة متر كل متر بعشر قوم يبقى كله على بعضه بكام؟ بتلاتين قوم اللي هي تلاتة فعشرة أقول لك جدع سبتها في دماغك أن احنا في عندنا قانون تاني مقاومة السلك بتساوي طول السلك كله على بعضه في مقاومة المتر ومقاومة المتر دي بنسميها مقاومة الوحدة ماشي فأنت لو حطيت مقاومة المتر لازم الطول يكون بالمتر لو حطيت مقاومة الكيلو متر لازم الطول يكون بالكيلو متر بمعنى مثلا مثلا هديك مقاومة المتر مثلا بيساوي خمسة اوم لكل متر وهديك انه طول السلكة بيساوي اللهم صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد مثلا مثلا واحد كيلو متر مثلا طول السلك ده مثال يا شباب عشان ما تجيش تقولي الارقام دي جات منين فبمنتهى البساطة ده خمسة اوم لكل متر يبقى انت دي يتحولها اوم لكل كيلو متر ودي هتكون اصعب عليك في التحولات يأما تحول الكيلو متر للمتر فقدر اقول ان مقاومة السلك كله على بعضه بيساوي طبعا الكيلو متر فيه 1000 متر يبقى مقاومة السلك كله على بعضه هيساوي خمسة في 1000 فتطلع مع سيادتك 5000 اوم يبقى ممكن تحول دي خمسة اوم لكل متر تحولها لخمسة اوم لكل متر يعني تحولها لكل متر بس ده هتكون اصعب في التحولات يأما تحول الكيلو متر للمتر خلاصة الكلام طول السلك بوحدة لازم مقاومة نفس الوحدة طول السلك بالمتر يبقى مقاومة المتر طول السلك بالسانتي يبقى مقاومة السانتي تمام النقطة اللي بعد كده يا شباب عايزك تعرف ان المقاومة دي كائن شرير كائن شرير كده هوا طبعا احنا عايزين نرسمه بقى ايه شرير فممكن نرسمه كده اللي هو مثلا قطة شريرة بتبدأ تسرق من الجهدة فالمقاومة دي بتقلل الجهد لان الالكترون بيفرهض كنا شرحنه في الفيديو يبقى اذا السلك ليه مقاومة بتبدأ تقلل الجهدة وكمان تبدأ تقلل القدرة بمعنى لو المحطة بتديك بمتين واربعين فولت كقدرة تأكد مليون في المية هيروح للمنزل اقل تين وعشرين تين وعشرة حسب مقاومة الاسلاك لان الاسلاك بتاكل من الجهد اللي بتديها المحطة كمان المحطة لو ميديك مثلا 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 خمسين كيلو واط تأكد انه هيستهلك جزء كبير جدا في الاسلاك فيوصل تسعة واربعين كيلو واط تمانية واربعين كيلو واط حسب معطيات المسألة فايزا المعلومة اللي بعد كده في مسألة المحطة لان الكلام ده مهم يرحم والديك ما تزهى ده معناها مصطر على ان الفي المحطة هتبدأ تتجزأ على حتتين الفي سلكة زائد الفي بتاع المنزل او المصنع او ايا كان وقادي الباور بتاعة المحطة بتساوي الباور المستهلك في السلك زائد الباور اللي هيوصل للمنزل لكن بقا احنا شبهنا الطيار بالمية فالمية اللي هتطلع من المحطة ماشية في الاسلاك هي اللي هتوصل للمنزل فاذا عرفت ان الفي الاي الاي بتاع المحطة هو هو الاي اللي هيمشي في السلك هو هو الاي اللي هيوصل للمنزل طبعا لو انا عايز اجيب مثلا مثلا الفي سلك يبقى الاي في مقاومة السلك لو عايز اجيب الباور بتاعة السلك هيبقى الاي تربيع في الار بتاعة السلك يبقى ده كده يا جماعة بمسألة المحطة تاني على السريع المحطة بوصلها عن طريق بوصلها بالمنزل او المصنع عن طريق اسلاك بستخدم سلكين سلك رايح وسلك جاي فهعرف ان طول السلكة ضعف المسافة بين المحطة والمنزل النقطة اللي بعد كده مقاومة السلك هي طول السلك في مقاومة الوحدة او مقاومة الوطق المتر النقطة اللي بعد كده مقاومة الاسلاك بتسرق جهدة وبتسرق قدرة فيبقى جهد المحطة هو هو جهد السلك زائد جهد المنزل او المصنع او السنتر والقدرة بتاعة المحطة قدرة السلكة زائد قدرة المنزل او المصنع او السنتر لكن الطيار اللي هيطلع من المحطة هو هو الطيار اللي هيمشي في السلكة هو هو الطيار اللي هيوصل للمنزل فV سلك هيساوي I في R سلك وباور سلكة I تربيع في R بتاعة السلك نطبق عليها فانت هتلاقيه في كتابة الامتحان 61 تتصل محطة لتوليد الكهرباء بمصنع يبعد عنها مسافة 2.5 كم استنى مصطر المسافة 2.5 كم يعني طول السلك بيساوي 5 كم يعني طول السلكة 5000 متر اقول لك جدع الله يبرك لك فاذا كان فرق الجهد بين نهايتين السلكين عند المحطة ده مصطر الفي بتاع المحطة اللي هو هيتجزق على المنزل والسلك جدع وفرق الجهد عند المصنع 220 اه يبقى السلك الحرامي سرق 20 لان المحطة 240 جات هنا 220 يبقى الفي بتاع السلك الحرامي سرق 20 فولت جدع وكان المصنع يستخدم طيار 80 أمبير يبقى السلك 80 أمبير والمحطة 80 أمبير يبقى الآي سلك ومصطر علاء بيساوي 80 أمبير طب يا مصطر ما لو بسيت على المعطيات هقدر يجيبه الآر سلك الآر سلك هي بيساوي V سلك على الآي سلك فالآر بتاعة السلك هقسم 20 على الثمانين تطلع بربعة المطلوب الأول عايز مقاومة المتر الواحد آه مقاومة المتر الواحدة مصطر علاء أنا عارف أن الآر سلك اللي هي 25 بيساوي طول السلك اللي هو 5000 في مقاومة المتر اللي هي مقاومة الواحدة فقدر أجيب مقاومة الواحدة أقسم الربعة على الخمس تلاف يبقى الآر مترة بيساوي ربعة على خمس تلاف فهتطلع مع سيادتك مقاومة المتر الواحد تقريباً كانت ألف عشان ما اخترش إجابة غلط أنت حسبها على الآلة سيادة تقريباً كانت ألف خلاصة مصطر خلاصة من المسألة حتى الواحدة بتاعتك هيه قوم لكل متر زي ما قلنا وراء طب هو أعيز نصف كتر السلك طب ما هضعه بيت يا مصطر ما ليش دوعه بالحصة بتاع النهاردة قلتلك طالما عايز نصف الكتر بتاع السلكة أبدل ما بينه وما بين الار يبقى الار بتاعتك بيساوي مين يا شباب رو ايه في ال على باي ار تربيه فأنا عايز المقاومة أو عايز نصف الكترة هبدل مع المقاومة وحط الجزر يبقى الار بيساوي الرو ايه المقاومة النوعية ايه واحد علامة خمسة سبعة في عشرة قصة سالب تمامة اللي سلكة اللي هو خمس تلاف على قادل باي المقاومة بتاع السيادتك بربعة والكلام ده تحت الجزر المفروض المفروض عشان تبقى ولد فراق وتفرق كتير وتقتنع بكل حاجة تسألني احنا ليه ما حطناش الناتج ده اقولك عادي ممكن نحط الناتج ده بس لو حطيت هنا خمسة في عشرة قصة سالب خمسة تحط هنا واحد متر تحط الطول بتاعك بواحد متر لان دي كده خمسة في عشرة قصة سالب خمسة خمسة في عشرة قصة سالب خمسة دي مقاومة المتر فلو حطيت هنا خمسة في عشرة قصة سالب خمسة تحط الطول بتاعك بواحد فانا رياحة دماغي من الوشي لكله حطيت مقاومة السلكة ودي طول السلك هعملها بقى على الآلة فهيطلع معاك الار ما عرفش بكام انت تعملها على الآلة يبقى ده كان رابع مطبف الحصة ألا وهو مسائل المحطة ثم بعد كده يا شباب عندنا بقى الله ما يصال على سيدنا محمد اه رقم خمسة خمس مطبف الحصة كان الشكلة المجسم بصة شباب الموضوع ده مشروح أساسا في الضغط فالموضوع بمنتهى البساطة في الضغطة يعني انت لو كان بشرح لك تفكير عليا أو مستويات عليا في الضغط كان يلاقي الموضوع الموضوع كان يفرق معاك وتلاقي الموضوع سهل ده مش مكعب بس تعال نعتبره مكعب بص بقى شباب تعرف يعني المكعب المكعب أعرف أن أطواله متساوية ماشي يعني المكعب لو حطيته على الوجه ده هيديك نفس المساحة اللي هتحط على الوجه ده هي هي نفس المساحة لما حط على الوجه ده لأن المكعب أطواله متساوية يعني لو المكعب طوله إيه؟ يبقى المساحة دي إيه اللي تربيع؟ المساحة دي إيه اللي تربيع؟ المساحة دي إيه اللي تربيع؟ فتقول لي فهمتك احنا في المكعب ما نقدرش نغير المساحة ولا نقدر نغير الطول فإذا المكعب يعطي مقاومة واحدة مهما تنطط يبقى رقم خمسة المطب رقم خمسة في مينه ألف اللي هو مسألة المكعب الار بتاعة المكعب بيعطي مقاومة واحدة فقط في نفس درجة الحرارة طب ليه يا مستر قلتلي في نفس درجة الحرارة لأن درجة الحرارة لو اتغيرت المقاومة هتتغير طب يا مستر تعرف ايه عن المكعب؟ المكعب وجهه مربع أو قاعدته مربعة يبقى الار بتاعة المكعب بيسوره ايه؟ في L على مساحة المربع اللي تربيح ماشي ال L مع التربيح هيطير فيطلع معاك مقاومة المكعب هيساوي رو ايه على ال L في خطوة واحدة بس يبقى لو أنا مثلا عايزة حط مسألة للمكعب مش هتديه غير المقاومة النوعية وضلع المكعب وأقول بقى ان الار بتاعة المكعب رو ايه على ال L في خطوة واحدة لكن رقم بيه المتوازي المتوازي يا مستر اطوله مختلفة فمثلا فمثلا شباب المكعب ده على المساحة اللي انت شايفها هيبقى مساحة الالم اللحمر في الازرة ان شاء الله يكون واضحة فالمتوازي اللي قدام سيادتك المساحة بتاعتك لو أنا حطيته على الوجه ده كده فالمساحة هتبقى الألم اللحمر الضلع اللحمر في الضلع اللازرة طيب لو أنا حطيته على الضلع ده كده يبقى أنا هضرب الضلع اللازرة في الضلع ده كده اللي هو ده آه فإذن المتوازي عشان أطوله مختلفة فبالتالي هيديك فبالتالي هيديك مساحات مختلفة يبقى اذا المتوازي مساحاته مختلفة فمقاوماته مختلفة في نفس درجة الحرارة تمام طبعا انا عارف ان كتاب الامتحان تحلها في خطأ واحدة بس انا بشرح لك الفكرة اللي تخليك تحل اي سؤال تمام يا شباب فلازم تأكد على المعلومة دي يعني مثلا ان كتاب الامتحان هيقول لك انا عايز اكبر مقاومة فتاخد اكبر طور لكن الكلام ده مش هينفع في مسائل تانية زي اللي هتلاقيه في كتابنا انا او هتلاقيه في كتاب تاني غير كتاب الامتحان فانا بحاول اشرح لك كل الاسئلة اللي هتيجي حولين الفكرة يبقى المتوازي يا شباب بسبب اختلاف مقاومته بسبب اختلاف اضلاعه تختلف مقاومته في نفس درجة الحرارة ترجمة مصدر يعني المكعب المتوازي بقى يعني المتوازي يعطي اكتر من مقاومة في نفس درجة الحرارة طبعا هيعتمد احنا عندنا فيه متوازي والكلام ده قلته في التأسير فيه متوازي ممكن يبقى فيه ضلعين قد بعضة والضلع الثلاث مختلف المتوازي ده هيديك مقاومتين بس لكن فيه متوازي كل اطواله مختلفة فده هيديك ثلاث مقاومات في نفس درجة الحرارة ده بيعتمد اعتمادا على طريقة توصيل الطيار ادينا مصدر التركاز السهلة اللي حلي بها السؤال ماشي فالتركاز السهلة الضلع الموازي للطيار هو الطول والباقي هما المساح بس ده الطريقة السهلة اللي حتحلي بها السؤال فمثلا يا شباب بمنطقة البساطة لو عندك ده متوازي الطيار جاي كده جاي كده فاذا هو موازي للضلع ده يبقى الضلع ده هو الطول والباقي هما المساح طب الطيار لو هيمشي كده الطيار بتاع سيادتك لو هيمشي كده يبقى الضلع ده هو الطول لانه موازي للضلع ده هو وهو رهلك درعة على الصبورة يبقى الضلع ده هو الطول والباقي هما المساح طب لو الطيار جاي من عينك لعيني فإذا الضلع ده كده هو الموازي للطيار لبه هو الطوء والبقين هما المساحة فتعالا رسمها لك مرتين عشان خلاص بقى تبقى رشأت في دماغك فبمنتهى البساطة يا شباب عندك ده متوازي طبعا يا جماعة هلونه لك هو قد الضلع الأصفر أخوها هو ده خو طبعا يا شباب ده أخوها هو ده أخوها هو الضلع الثاني ده بالأخدر هو أهو ده أخوه هناك هو ده أخوها هو ده أخوها هو بالشكل ده والضلع الأبيض سيبه أبيض يبقى إذن الأخدر ده مثلا مثلا هسمولك L1 والأصفر مثلا مثلا هسمولك L2 لأن الأطوال مختلفة والأبيض هسميه L3 فالطيار بتاع سيادتك مثلا بمنتهى البساطة عندك المساري الاول كلام ده كله يا جماعة في نفس درجة الحرارة وقادي المساري التاني بالشكل ده جاي كده اهو يعني مدخل الطيار ومخرج الطيارة هو بتاع المساري الاول لبقى اذا المساري الاول جاي من النقطة اللي فوق ونزل من هنا كده فياخي بمنتهى البساطة بمنتهى البساطة المسار ده موازل انه ضلعة قدام عينك هو موازل اللصف يعني شبه الضلعة مين سيبك من كلمة موازل عشان ما تضايقكش المساري الاول شبه الضلعة مين لازم تشوفه شبه اللصف يبقى الضلعة الموازل للطيارة هو الطو يبقى اذا الار ون بتاع الشكل ده رو اي فين بقى الطول هو الالتو على الال ون والالسري اللي بقين هما المساح يبقى الون في السري طب مصر الطيار بتاع سيادتك لو هو بالمسار ده جاي من هنا كده جاي من مش هيبقى لو هو بالمسار ده شبه جاي من هنا كده اهو وطلع من الوجه ده كده اهو بالشكل ده فالضلع ده شبه مين اللي هو المساري التاني شبه انهي ضلعة واحد نفس انهي موضع فوهو جاي كده لازم غصبا عنك تشوفه شبه الابيض ده المساري هو جاي كده طبعا لو مش واضحة معاك هنا تبقى واضحة في الرسمة بتاع كتاب الامتحاء فالضلع ده كده يا جماعة لازم تشوفه شبه الابيض جاي من الوجه اللي ورده وطلع من الوجه اللي قدامي ده فهو شبه الضلع الابيض يبقى الار تو بتاع سياتك هيساوي رو اي الضلع الابيض بقى هو الطول اللي هو اللي سري على البقين هما المساحة اللي هي اللي وانة و اللي تو وهكذا ممكن خليه يدخل من هنا كده من الشكل ده كده ويطلع من الجنب اللي هناك ده كده فهتلاقيه موازل الضلع الاخضر نطبع عليها في كتاب الامتحان ونشوف المسألة بتاعته هي مسألة عبيضة بس لازم اشرح الاساس بتاعها عشان تحل اي سؤال في اي كتاب فتعالى اول مصار اهو ده كده الاول شبه انهي ضلع مستر علاء شبه الضلع ده طب ما هو الضلع ده بكام يا عمي بتلاتة ال يبقى الار وان الضلع ده بقى هو الطول بيساوي رو اي في تلاتة ال والبقين هما المساح من البقين الا في اتنين ال يبقى على الا في اتنين ال ده كده الار وان لما تيجي نجيب الار سري او الار تو الاول الار تو اهو 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 ده شبه انهي ضلع لازم تشوفه شبه التو ال يعني تو إلا هو يبقى خلاصة مصطر ال-R2 بيساوي رو E في تو إلا الباقيين هما المساح اللي هما 3 إلا في إلا طب مصطر أخر مصاربة اللي هو بالأخضر اللي هو 3 ده ده شبح أنه ضلعة أهو واخد شبه مين سبك من كلمة موازي شبه الضلعة ده مصطر يبقى إذن ال-R3 بيساوي رو E في إلا والباقيين هما المساح 3 إلا في 2 إلا طب منتهى البساطة ال-R1 كانها تلاتة على الاتنين هي. كأنها واحد ونصر. الله بل صلى سيدنا محمد. كأنها اتنين على التلاتة. يعني كأنها بسيطة rideshi. كانها واحد على الستة. اتنين في تلاتة بستة. واحد على الستة. الي هيا خمستاشر من مينة. الراجل بقى عايز اكبر مقاومة في اكبر مقاومة هي المساري الاول. كنت ممكن انا بقى اقول اكبر مقاومة المساري الاول يبقى تاخد اكبر طق ورائه دماغك. هتطلع معك صح? بس في مسائل تانية زي اللي في الكتاب اللي مع سيادتك مش هتعرف تحلها بالطريقة دي. وكمان انا بلفتك فيها. يعني انا دحبت عليك فيها. اكبر مصار اكبر مقاومة اكبر طوء. يبقى اخد المصار ثلاثة. او اخد المصار واحد. لان هو ماشي في اكبر طوله اللي هو ثلاثة اقل. بس لازم الاساس بتاع المسألة يتشرح عشان تعرف تحل اي سؤال في اي كتاب وما فيش حاجة تقف معك بفضل الله يعني. النقطة اللي بعد كده انا مش رحتاش في السنتر. فخلينا اقولها بالمرة. يعني هي مكانها مش دلوقت. بس اكتاب الامتحان تقريبا السنة اللي فاتت كانت شرحها دلوقتي. فمش عارف وهو شرحها دلوقتي ولا لا فخلينا اقولها بالمرة. بص شباب. لو انا مثلا عندي ده سلك. السلك ده عامل منه دايرة. ومنتهى البساطة. والموضوع مش صعب. السلك ده عامل منه دايرة. لو جيت فكيت السلك ده اهو. يبقى طول السلك بيمثل الدايرة. طول السلك بيمثل الدايرة. فوانا ماشي كده. وانا ماشي كده اهو. الله يبرك لك وانا ماشي كده. ماشي على ايه? على محيط الدايرة. فلو انت عندك ملف دائري ملفوف. لما تيجي تفرده يبقى طول السلك بيمثل المحيط. طب دلوقتي انا عامل منه لفة واحدة. دلوقتي انا عامل منه لفة واحدة. خلي بالك ده ما اتشرحش في السنتر. لانه كده كده جاي قدام. فبالمرة آآ يبقى شوفه في الفيديو. فالراجل قالك انه طول السلك مسلا عملت منه دايرة واحدة يبقى طوباي اقر. طب عملت منه دايرتين بالشكل ده. يبقى طوباي اقر وطوباي اقر. اللي هي اتنين طوباي اقر. طب لو عملت منه تلات لفات. يبقى تلاتة طوباي اقر. اربع لفات. اربعة طو باي اقر. عشرين لفة عشرين طو باي اقر. يعني ممكن اقول ان السلك بتاع سياتك طول السلك بيساوي ان في طو باي ارهم. طلا ما هو دايرة. فهنرتبها بس عشان نعرف نحفظها ال ال سلكة اتنين باي ار في ال ان. هنقراها اتنين بي رن. اتنين بي رن على طول. طبعا الار ده اخد بالك بقى الار ده نص كطرة الملف. بالله عليك ما تنسى. ده نص كطرة الملف. الان اللي هناك دي عدد اللفات. اه ده الال ده مصدر بتاع السلك. فتعال بقى لان دي مسألة هتغلب فيها. مهم ان كان مستواك وما احترام للكل. الار يا جماعة اللي هي مكاومة السلك. ركز معايا. ركز معايا اخد بالك. بيساوي رو ايه? في ال بتاعة السلك. ماشي يا مصدر. على الايه بتاعة السلك. يا مصدر هو فيه فرق ما بين مساحة مقطع السلك ومساحة الملف طبعا. فيه فرق ما بين نص كطر السلك ونص كطر الملف طبعا. نص كطر الملف هو. ده نص كطر الملف. ده فيه نص كطر السلك. ده كده اللي هو التخانة بتاعة السلكة ده الكتر. فنص كتر السلك. يعني بص معي. بمنتهى البساطة عشان تتخيل معي اكتر. السلك بتاع سيادتك عامل كده هون. اهو. يعني هو هو نفس السلك بس انا رسمت لك عالصبورة عشان يبقى واضح اكتر. يا جماعة ده السلك اللي سود. ده السلك اللي سود. ده مش سلك اجوف. ده السلك اللي سود. يعني مثلا. هلول لك ده. ده السلك كله على بعض وهو. طبعا مش هينفع لونه بالاسود فاعتبره سلك اخضر. يبقى هو ده السلك يا شباب. قادي السلك التعسياتك. عملت منه دايلة. يعني ده مش جسم اجوف. ده السلك هو. ماشي. في فرق بقى مصطر ما بين مساحة مقطع السلك ومساحة مقطع الملف طبعا. او مساحة السلك ومساحة الملف طبعا. نص كتر الملف هو. ده كده نص كتر الملف. اه دي نص كتر الملف هو. لكن فين نص كتر السلك. اه دي مركز السلك ووه شباب. ده كده بقى نص كتر السلك. فبمنتهى البساطة كتر السلك اللي هي التخانة بتاعته. لكن كتر الملف كله على بعضه المسافة دي كده هي كتر الملف. فهمت الفرق ما بين نص كتر السلك ونص كتر الملف? فالكلام ده مهم جدا لازم تعرفه. احنا بقى لما نجينا عوض في الار بيبقى رو اي في ال سلك على ايه سلك? يعني الار بتاع سياتك بيساوي رو اي في ال سلك على باي ار تربيع سلك. يعني بمنتهى البساطة وسريعا. الار اللي فوق مش هي الار اللي تحت. بس خلاص الكلام. طيب هتجيلي ازاي مصطر? اقول لك. يجي اقول لك مثلا ملف دائري. مكون من لفة واحدة عشان اسهلك القنون. نصف كتره. نصف كتره. مثلا يا عمي نخليها كام? آآ اللهم اصلا على سيدة محمد. ماشي. عشان بس نصف كتره واحد على باي سنتيمترا عشان البتاع التعويضات. مصنوع من سلك. نصف كتره عشرة سنتي. والرؤي بتاعته بتساوي اتنين في عشرة قص سالب تمانية قوم في متر. عين مقاومة الملف. والله يا مصطر سهلا. مقاومة الملف يقصد بها مقاومة سلك الملف. يبقى الار بتاعت سلك الملف بيساوي رو ايه ومعاك. اللي سلك ومعاك. على باي ار تربيع سلك ومعاك. بس اخد بالك بقى. ركز معاك. ملف دائري مكون من لفة واحدة. يبقى الان بتاع سيادتك بواحد. آآ نص قطره. الهاء دي عائدة على الملف. لان اقالك ملف دائري نص قطره. يبقى ده يا مصطر الار ملفة. بس ما تنساش تضرب في عشرة قص سالب اتنين. فاذا يا مصطر من الار ملفة اقدر اجيب الال بتاعت السلك. بيساوي اتنين بيرين. يعني بيساوي اتنين باي في واحد على باي في عشرة قص سالب اتنين. والان بتاع سيادتك بواحد. فالباي هتروح مع الباي يتبقى لك انه طول السلكة. لو طلع معنا رقم صغير بس معالينا. طول السلكة هيطلع باتنين في عشرة قص سالب اتنين اللي هي اتنين من مية. يبقى ده طول السلك. طب عايز اجيب انا بقى مقاومة السلك. كم القراية. مصنوع من سلك نص قطره. يبقى الهاء دي عائدة على السلك. يبقى ده كده الار بتاعة السلكة دي سنتي يعني هضرف في عشرة قص سالب اتنين. اقدر عاوض تعويض مباشر. واقول ان الار بيساوي رو ايه. ان هي اتنين في عشرة قص سالب تمانية فيه. الله ما صنع سيدنا محمد. الالة بتاع السلكة طلع مع سيادتك باتنين من مية هي. على باي ار تربيع السلك بقى. ماخدش دي. عشان دي بتاعة الملف. ماخدش دي. اللي فوق. هاخد اللي تحتها. عشرة سنتي. هتطلع معاك على الالة بواحد من عشرة. بس ما تنساش التربيع. واقدر هسيبها على الان. يبقى دي مسألة سبقى الاوانها. بس عشان موجودة في كتاب الامتحان. انا مش عارف لو كانت موجودة ولا لا. دي السنة دي. بس السنة اللي فاتت كانت موجودة دلوقتي. وهي اساسا مكانها قداء. فخلينا نخلص منها بالمرة. فتتفرج عليها. وتفهمها كويس. وتمانا تكون استفدت من الفيديو. استردعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.